فرد بيقولك احنا دلوقتي ايه هو العجز المائي او الفقر المائي نصيب الفرد من الماء في مصر وصل كام دلوقتي مفروض لو قليت عن 1000 متر مكعب من الماء للفرد تبقى انت فيه تحت خط الفقر المائي طب احنا في مصر وصلنا الى 575 متر مكعب يعني في الفقر الماء الشديد واختبال حركة ازاي وبالتالي ازاي بقى نوعي الناس ونحسسهم بالمشكلة ويعيشوا معنا المشكلة عايز ارجح تاني واقول ان البحث الزراعية في مصر او البحث العلمي في مجال البحث الزراعية في مصر من افضل ما يمكن طب ده ممكن يكون تحدي بالنسبة لحضراتكم الملف ده ملف الماء ده يا دكتور اه طبعا تحدي كبير جدا يعني احنا نسمع على الاستمطار اه تحدي كبير احنا بنعمل ايه في الموضوع ده برضو قلينا نقول المصر في الفترة اللي جاية والزراع وخصوصا المشروع القوم لزراعة مليون ونصف مليون فدان بيتجه الى الزراعة الحديثة الزراعة الزكية اللي هي ما بتستهلكش مية كتير اللي هي بتعتمد على التكنولوجيا اللي هي بتعتمد على الصوب الزراعية وده توجه جديد تماما في الزراعة المصرية الزراعة المصرية منذ الأزل وهي الزراعة التقليدية الرايب الغمر اللي في الدلتا اللي هي الرايب الغمر اللي بيستخدم كميات كبيرة من المياه وكده فمصر بتتحول تحول كبير وجزري في مجال الزراعة اللي هو الانتقال من الزراعة التقليدية الى الزراعة الحديثة اللي هي بتعتمد على التكنولوجيا وبتحتاج كميات قليلة ايه من المياه بنشتغل على تحليل المية البحث العلمي عمل إيه في مجال تحليل المية؟ بالمناسبة يعني برضو أكاديمية البحث العلمي بتدعم تحالف وطني بيشتغل في مجال تحليل المية بيقودوا مركز محلوظة الصحرة بوزارة الزراع ومشارك معها 15 جهة من الجامعات والمراكز المحلوظة البحثية في مصر الناس دول نجحوا في تصنيع محطة محلية متحركة بتعمل بالطاقة الشمسية لتحليل المياه البحر بتشتغل تنتج 21 متر مكعب في اليوم بالطاقة الشمسية وبالفعل بتشتغل بقالها يمكن أكتر من سنة ونص في مدينة شلاتين في البحر الأحمر فدي تكنولوجيا التكنولوجيا دي إحنا يعني أنا عايز أقول إن إحنا اللي ابتكرناها ولا إحنا بنستوردها المعرفة دي بنستوردها أنا متشكر جدا للسؤال جزء من استراتيجية مصر في العلوم والتكنولوجيا والابتكار إن إحنا ننقل التكنولوجيا لازم الأول نقر ونعترف أن هناك فجوة تكنولوجيا بين مصر والدول المتقدمة صح؟ أنا حتش يقدر إنكر ده طبعا فيه فجوة تكنولوجيا الفجوة دي عشان ندايق الفجوة دي مفروض تشتغل في حالتين إنك نمرت واحد تنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى داخل مصر وتعمق وتوطن هذه التكنولوجيا وتزود نسبة المكون المحلي وده اللي الرئيس دايما بيتكلم عليه اللي هو زيادة نسبة المكون المحلي فأنا